موسيقى اهلا بكم الى ما تبقى وفي قصص الليلة موسيقى جماعات التسوية يتوافدون لمواجهة ادلب من درع وريف دمشق من ادار بندقية الفصائل الى هذا الهدف موسيقى يكره ترامب وشعر بالخجل على دماء السوريين واشنطن تنكس علامها حدادا على جون مكين موسيقى محاولات في الداخل وتحذيرات في الخارج اطفال سوريا بحاجة لدعم نفسيا واسع النطاق موسيقى اهلا بكم من ريف دمشق ودرع وحمص نقل النظام العشرات من فصائل التسوية الى ادلب لماذا لمواجهة فصائلها واهلها تحت مسمى محاربة الارهاب وفق ما ذكرت مصادر ميدانية خاصة لتلفزيون سوريا هذه الفصائل رفضوها سابقا وقبلوا بها اليوم فصائل بعينها في صف النظام لمواجهة الثورة في الشمال السوري السؤال ما الذي تغير وقد قدمت اليهم عروض من هذا النوع في وقت سابق لمواجهة تنظيم الدولة فرفضوها تقول مصادر خاصة لتلفزيون سوريا ان جماعات التسوية نقلت الى تخهوم ادلب من جهة حماد بمرافقة ميليشيات النمر النمر الذي يأتمر بما تمليه عليه قاعدة حمامين وليس بما يمليه عليه النظام في حين يواصل النظام تعزيزاته من جهتين ثانيتين من الريف اللاذقية الشمالي الى محيط مدينة جسر الشغور في محيط الدولة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة التسوية في قدسية والهامة في ذلك الوقت الهجوم الذي تهدد به ميليشيات إيران وقوات النظام على إدلب يترافق أيضا مع تلوية حروسي فريد من نوعه من حيث النص والدعاية والإخراجة حيث تزعم موسكو بأن هجوما بالأسلحة الكيموية قد يستهدف إدلب قريبا يعني هو السيناريو ذاته الذي صغطه موسكو في خان شيخون ودومة سابقا عندما خلقت جوا من الشائعات قبيل استهداف النظام للمدينتين بالأسلحة الكيموية تخلقه روسيا اليوم حول إدلب وهذا ما يشير إلى بالفعل قرب هجوم كيموي محتمل على محافظة إدلب هذه التصليحات إلى هذا تشير تزعم روسيا أن هيئة تحرير الشام هي من سيقصف المدينة بسلاح كيموي لاتهام النظام بالجريمة لأنه العالم لا يفهم طبيعة الأمر وفي كوكب آخر يسكن فيرد مغرد على وسائل التواصل الاجتماعي ساخرا يرد على هذه الفرضية بالقول لا تحرير الشام ولا غير يستطيعون تلوث السيرة العطرة لبشار الأسد ما شاء الله سوريا ساعدد سيريمي مفهجار على محافظة سياسات لنحن تلوث سوريا إلى آخر لن يحتاج إلى هذا السبب شاهل بشار الأسد المترجمات لكي يجب أن يكون موضوعاً اشتركوا في القناة 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 رغم الاحاديث الكيماوي ومسالخ التعذيب وملايين المشردين فان الرئيس الامريكي الاسبق جيمي كارتر يفضل في سوريا سلاما مشوها على استمرار الحرب وتحت رغبة هذا النوع من السلام روا كارتر احدى اكثر السيار تطبيعا مع الاسد رواه في مقال نشره بصحيفة نيورك تايمز الامريكية بنى الرئيس الاسبق للولايات المتحدة الامريكية جيمي كارتر بنى سيناريو اعادة العلاقات الدولية والدبلوماسية مع بشار الاسد وطالب جيمي كارتر جميع دول العالم باعادة سفرائها لدمشق والمساهمة في اعادة اعمار سوريا بذريعة تهيئة الاجواء لانتقال ديمقراطي بطيء على المدى الطويل دعونا نتابع 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 ويحب سومرست موم أكثر من إرنست هيمينغوي دافع عن السوريين في محنتهم هذا ما عرف عن السيناتور الأمريكي الراحل جون مكين تيسيرته الذاتية لا شيء أكثر من الأحداث والوقاع لأمريكي عاشا 81 عاما شهد عشرات الحروب والنزاعات كمواطن الأمريكي أولا وثم كجندي ثم سياسي في مؤسساتها لصنع القرار أراد جون مكين تسليح الفصائل السورية في وقت من الأوقات لمواجهة النظام التقى عددا من مسؤولي المعارضة لتبادل الأفكار والأحاديث وخاض جولات مكوكية حول العالم بعد تولي ترامب لمنصب الرئاسة محاولا إقناعهم بأن المحيطين بدونالد ترامب سيحبطون جموحه السلطوي ما كان في سطور في هذا العرض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الماضية ليموت بعد ذلك توالت على الفور ردود فعل الطبقة السياسية الأمريكية تكريما لذكر مكين الذي كان من ركاز الحزب الجمهوري والذي أغضب الكثيرين بما في ذلك داخل دائرته السياسية في هذا الصدد يضع زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شمر إلى إطلاق اسم جون مكين على مبنى في الكونغرس حيث كان مكتبه بينما قدم أوباما عزاء وصف بالودي للرجل أما رئيس دونالد ترامب الذي كان على خصام علني مع جون مكين فاكتفى بتقديم التعازي في تغريدة مقتضبة لم يذكر فيها بتاتا حياة مكين أو مساره السياسي يعني ميح ما شتمه لأنه متعود دونالد ترامب على الشتائم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ما توقع مستمر معكم لكن بعد متابعة هذه الصور لتنكيس الأعلام في واشنطن حدادا على وفاة مكين اشتركوا في القناة لعنة ساريخيوس مسرحية أقامها مجموعة من الشباب في مدينة سراق بريف إدلب تهدف إلى تقديم الدعم النفسي تحديدا للأطفال السوريين جراء معانوه ورؤوه من قصف وتهديد مباشر على الحياة رسم البسمة على شفاه الأطفال عمل شاق يحتاج إلى تحضير وإلى ترتيب لساعات وأيام قبل بدأ العمل هكذا قال لنا القائمون على المسرحية تحدثوا عن فرقتهم وواقعهم وقدرتهم على تسليط الضوء على مشاكلهم من خلال المسرح أحمد أمين زمينا في التلفزيون زار سراقب وعد لنا القصة التالية تسم البسمة على شفاه الأطفال عمل شاق يحتاج لتحضير وترتيب لساعات وأيام قبل بدء العمل مسرحية للأطفال من تجمع شباب سرق تهدف للتخفيف من الآثار النفسية التي خلفتها الحرب على الأطفال وقد نجحوا من خلال المسرحيات برسم البسمة على وجوه أطفال المدينة ولو لساعات قليلة تجمع شباب سراقب ليس وليد أيام أو شهور إنما منذ عام 2016 وهم يعملون بالمسلسلات والسكتشات والمسرحيات تجمع شباب سراقب كانت فكرت من 2060 وقدم قبل السورة أربع مسرحيات كانت تتناول مواضيع جدا جريئة أتعرض وقت التجمع لأعتقال من قبل النظام أتعرضنا كثير لتعزيب بإمكانك تقول بالمعنى الحرفي وكان النص المسرح يروح ستة شهر للأمن لعنة السريخيوس هو عمل فني جديد للتجمع ينامسون به واقع الحياة في سراقب بهمة عالية ونشاط كبير وأدوات بسيطة تم إنتاج أولى حلقة مسلسل الذي يتناول قضايا جريئة كزواج القاصرات الذي انتشر كثيرا في الأوينة الأخيرة وأخرى تنتقد واقع الحال وتسلط الضوء على احتياجات الناس وأوضاعهم الحياتية أكيد أنت شربان حبي ما يقلك يا أبن الحلال حرام حرام أماني عمره 12 سنة ما بصير الجوزة أنت أكيد عتمزح المسلسلة لعنة السريخيوس هي فكرة من تجمع شباب سراقيب وكاتبنا عم يشتغل عليها حالياً نحن بنختار القضايا اللي بتهم البلد القريب المواطنين مثلاً غلل أسعار الفقر زواج القاصرات هل مشاكل عب يعيني من الشعب؟ طبعاً نحن بنحكي بحرية كاملة بس عنا سقف ما من جاوزوا من اللعب عليه بتعرف أنت يعني فيه مشاكل لهيك شغلات سبع سنوات انقضت من عمر ثورة السورية تصر العمل المسرحي فيها ضمن المناطق الخاضعة للمعارضة على اجتهادات الهوع في محاولة منهم لسد الفراغ الفني الذي خلفته الحر بإمكانات محدودة ومعدات بسيطة يقوم أحمد ورفاقه بتصوير عدة سكتشات تعكس واقع الحياة في المناطق التي تسيطر عليها فصائل معارضة وتلقي الضوء على الآثار السلبية التي خلفتها الحرب في ظل ترد الوضع الأمني والحياتي أحمد أمين تلفزيون سوريا من مدينة سراقب في ريفيد لم يعد الحديث عنه طارئا بل صار عمره نصف عقد ويزيد إنه الحديث عن تنامي الأمراض النفسية بين الأطفال السوريين إثرى الحرب التي خاضها بشار الأسد ضد السوريين القلق الخوف والطراب النوم التبول اللا إرادي الانطواء العزلة يعني ما تحدثنا به غيب من فيض من هذه الأمراض بعض من ملامح الأمراض التي أصابت جزءا لا يستهن به من أطفال سوريا المهجرين والنازحين إلى المخيمات تقول في هذا السياق منظمة أنقذ الأطفال الدولية إن نحو ثلاثة ملايين طفل سوري مصابون بالطرابات النفسية يحتاجون إلى سنوات طويلة من العلاج والتشافي من صدمات القصف والدمار هذه الصدمات يعني كان لها الأثر الكبير على الكبار في السن فما بلك على الصغار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أحد أشكال هذه الأمراض المستعصية هي عمالة الأطفال بوصفها أبعدت جيلا كاملا عن مقاعد الدراسة لصالح العمالة في وقت مبكر للغاية كقصة يوسف بريف إدلب يوسف الذي يبلغ من العمر سبع سنوات يعمل في مجال صيانة السيارات لدوافع إعانة عائلته باعتباره المعيلة الوحيد هذا الطفل للأسف سيء الحظ الجملاء في قسم الإعلام الجديد في تلفزيون سوريا عدوا لنا القصة التالية عن يوسف ومع هذه القصة نكون قد وصلنا وإياكم مشاهدين إلى ختام حلقة اليوم من برنامج ما تبقى تابعونا غدا في نفس الموعد لكم من نيوان فريق نعمل أطفال تحية إلى اللقاء اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة